السلام عليكم ومحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات قناة مطبخي من هولندا اليوم بمشيئة الله سنحضر جميع الحم محمد بوحدة تبيلة جدا قائعة سوف نفقه بالبطاطا متبلام حتى هي كان ديقولها وحدة تبيلة هائعة وكان دخلهم الفاء بجوج منهم بسم الله على باكة الله سوف نبدأ في تحضير الوصفة اولا سوف نبدأ باللحم حيث كلنا عاقفين بان الحم يشد شي شوية الوقت في الطياب على البطاطا سوف نضيف شوية ضعفاء شعاء او لا ضعفاء ضغبة نضيف عليها شي شوية البزاء سواء كان البزاء البيض او لا الكحل المهم الذي كان موجود عندكم قد تقضيوا به نضيف عليها شي شوية او لا اي نوع من الاعشاب المنسيمة الملح كي يبقى على حسب الضوق نضيف لهم واحد المعلقة صغيرة عاما امزيان بالقصبائية بسم الطحون ونفس الكيمية اي واحد المعلقة حتى هي عاما امزيان انتع الكمون كنضيف التوم غبقة ما كانش عندنا التوم غبقة كنعوضوها بالتوم طاقية غي هو ما كان كنطقوش الكيمية انتع ال التوم كنضيفوا يلا واحد تقيبا واحد نصف ضقييس انتع ال التوم باش ما يتغناش لما دقوا نسمة انتع ال التوم في التشقميلة انتع للحم صافي او كان بدو كنا نشقملو هاد القطع انتع للحم اللي عندنا اه من الاحسن يعني نصيحة غادي نقولها لكم اي حاجة كنتشقمل يا سواء كان الحمس كان دجاج كان حوت اي حاجة يعني خاصها كتحتاج الوقت باش انها كتشقب هذيك التتبيلة او لا هذيك التشقميلة انتعها دائما نضيقوها واحد منها قبل او لا واحد الساعات قبل الوقت اللي غنطيبوها فيها وكنخليوها وكنخليوها كنغطوها مزيان نحطوها في كلاجة اولا في واحد البليسة بعدها باش ما تبسلناش وانا نخليوها جانبا حتى كتشقب هذيك التتبيلة انتعها اه انا هذي اللحم هادا غادي نضيقو في الكوكوت يبريتو تضيقوه مباشرة في الفرقن غيبها التتبيلة هذي كتستفوف واحد السنية كتغطيوها بالوائق نتع الزبدة او لوائق الفرقن كتجمعوهم زيان بالبابية اليمينيوم وكتدخلوه للفاقن صافي انا ما بريدش يعني في الكوكوت في الحقيقة كيوجد بصوعة محتاجه باش انه يوجد ليش شوية بزئبة على الفاقن ذاك شي لاش غادي نضيقو في الكوكوت ما غادي نضيف له حتى شي حاجة واحدة فاقن ذاك التتبيلة اللي دقناها انتع الزعتق والتوابيل والعطائية مع هاداك الكويس انتع الماء مع ذاك زع فاقن شعاء كافيين كنضيف لهم واحد القطعة انتع الزبدة يعني القياس انتع الزبدة حتى واحد خمسين حتى الستين قام صافي وكن بلع الكوكوت نتعيه مزيان كنضيقها على ناء على ناء معتديلة حتى كتغلي وكن نقص عليها الناء كنخليها كالطبع على ناء مهيلة غن نبدأ ودابة انه يوجده في البطاطا نتعنا البطاطا مكتشدش الوقت في الطياب عدنا الماء غليان كان ملحوه القداء الكافي الكيمية نتع البطاطا وأولى نتع لحم أو لم أولى الخوضاء بغيتو تتأفكو بخوضاء وحدى خوة هاد البطاطا هذي كتوقف دائما على عددد أفائد القصة أو للناس انتو من اللي كتحضوا لهم هذي الوصفة هذي عندي المغليان ملح بدأت في هذي الكيمية انتع البطاطا كيف ما كتشوفوا أنا مقطع البطاطا يعني شي شوية غليضة او لا شي شوية يعني عائضة لعود متاحة باش ما يفوت ليش فيها الطياب كنخليها يعني كالطب بزاف كنخليها أعيلا كيف ما شفتو يلا هدخل فيها المص شي شوية واحد لمدة انتع خمسة حتى الثلس سنتع البقاء يقيق على المكسيموم ما كتجاوزهاش كيس باقي ندخلوها لفاء ما خصناش ب باش البطاطا انها تطلق هذي كنخلها وحتى الطيب لنا يعني كطاق من القياس نتعها غنبدا ودبا كان وجده في التسبيلة اللي سنتبلو بها البطاطا عدنا الثوم ربقاء وحتى هي نفس الخاصية اللي دقنا للحم ما كانش عدنا الثوم ربقاء كان عوضوها بوحة الكيمية انتع الثوم طائية واحد ضئي يصقع ما ما نجاوزوش ما خصناش نكتع الثوم برينا نسمى انتع الثوم تبقى لنا خفيفة عندي واحد لمعي القصرية من التحمياء او للفيف لحما احلوة الملح كيبقى على حسب الضوك انا عندي يعني البطاطا مسلوقة بالملح لكشي على الشي الله هذي شي شوية انتع الملح باش كنصح لحد الضوك واحد لمعي القصرية تقائبن واحد المعي القصرية من تحون ونفس الكيمية معي القصرية من الكمون اضطنا عليهم واحد نصم علقة انتع الشاطة باقينا باش نعوضوها بالهقيسة اولا نحايدوها انا يعني فضلتها باش انه جيني شي ش فيها يعني كدشي في فيها واحد الماضا خفيف انتع الحقوقة بالنسبة الاعشاب المنسيمة كدقوا ذاك شي اللي موجود عندكم في الضوك وحسب الضوك وحسبها اغبار انا دقت الاعشاب الايطالية تقائبن واحد المعي القصرية احتى هي انتع الاعشاب الايطالية بريتو اديو الزعت كيف ما دقنا نقفت شامل انتع الحم فحتى هو كيجي من اقوى ما يكون صفي ان سحصل على هذه المكونات كاملين كنجمحهم بزيت الزيتون اولا كنحائقهم ذيان افواحد الكيمية سيت الزيتون لي تكن عندي كافية صفي هو هذا الخالط لغادين انتبلوا أفضلو بغادين افضلو بغادين أن السيغطي ونضيف فوق منها وكنحائقهم ذيانا يعني ان هو كنحاول باش انه هاد القطع بتاع البطاطق كاللبيس لي بهذا الخالط انتع شامولة كنحاول باش انه يعني نمزجهم مزيان ولكن يعني بلما كان بلما يعني بلما تقبض لي البطاطا احنا اصلا سلقنها غير واحد نسلقة يعني واحد نسلقة خفيفة والطياب انت حاقها غير يتكملوا في الفاء فهذا كي نبقي واحد الاضافة واحد اخوة انا دقت الشابريو بامكانكم باش مدقوهاش الى ما كانش عندكم موجودة غير هاد تتبيلها هالي مع فهد القطع انت على البطاطا هاها كتجي جيد دائعة او لا تعودوا الشابريو بالميزينة حتى الميزينة كتجي فيها صائحة تنزوينة الميزينة كتجي لها واحد القشاء من الفوق يعني كتجي هاد البطاطا طائية وطباق من الداخل ولكن القشاء الفقانية كتجي قاسحة ومقامشة بالنسبة للشابريو كيف ما كتشوفه انا كتعجبني فيها الشابريو سائحة وكلها واحد يدي ادك الشيلي على الحساب الضوغن تاعو الشابريو كتجي 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 زوينة صافي بعدما كخوجناها من الفاء يعني خليناها واحد لمدة منتع واحد خمسة اشتال عشائين دقيقة خوجناها كيف ما شفته هو هادا كنشكل تاحها غنبدا دبا نصاوب الكريمة اللي غادي ندهن بها اللحمة بعد قبل ما ندخلو حتى هو يتحمى في الفاءن عندي واحد جوج معالق انتع الزفدو هذا على ضائجة حراءة الغوفة كنا من اللحم واحد تمليها خفيفة واحد نسمع علقة انتع التحمياء او الفلح ما احلوه نسمع علقة انتع الكمون واحد نسمع علقة انتع القصبة ايابس بطحون واحد شي شوية انتع الخائقون باش يعطيني اللون صافي وكان حائقهم مزيان حتى كتفو اجلي واحد الكائمة حتى كان حصل على واحد الكائمة كان دهن بها اللحمة تاقيق قبل التقديم يعني بواحد عشاء الدقائق قبل ما قد نديقو صحن التقديم كان دهنوا مزيان بهذا الكائمة البطاطا عندنا وجدة او كان دخولوا حتى هو الفاءن واحد لمدة انت عشاء الدقائق الفاءن بطبيعة الحال غادي يكون سخون احتى كيش تدلون او لحتى كيتحمى وكي نشف من هديك تطيبة انتع الكوكوط مهم هي هدي الوصفة انتعنا الهضمنها هذا الشكل انتعي لحم بعد ما كان خرجوه من الفاءن كيجينا على هاد الشكل هادي على هاد الشكل هذا عفوا كيجي محمى كيجي مجمى كيجي ناشف وكيجي من اقوى ما يكون هايوا هدي وصفتنا لهذا اليوم اه الى عجبتكم الوصفة ديقوا لايك ديقوا ابوني لباقي ما دقتوهاش وفعلوا الجاس باش يوصلكم كل جديد شكرا لكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة